السلام عليكم يا البنات ومرحبا بكم عندي في القناة نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير كيف ماشتوا معايا البنات في العنوان الفيديو ديال اليوم فهو فيديو تحفيزي جيت باش نشارك معاكم واحد النصائح يعني بعض النصائح باش هكدا تنوضو حتى انتم ما تشمروا على درعكم وتخدموا على راسكم وما تحتاجوش انكم تطلبوا الفلوس حتى من عند شي واحد هاد الفيديو ديال اليوم فانا جيت باش نشارك معاكم واحد طلبية لي جتني فيها عشرين حباء ديال الملوي بوحدة الطريقة اللي هي ساهلة يعني بوحدة كيمية وافيرة اللي تقدري تخدميهم في وقت واجيز بالنسبة لاخوات اللي قاعدين في الدار وما عندهم ما يدار فكن نشجعكم وكننصحكم من هاد الفيديو انكم تنوضو من هاد الساعة تبدو تشدو طلبية ولو غير بالقليل يعني ماشي بالضرورة انكم تشدو الحلويات او للكوموند لي كيكونوا صعب ممكن انكم تبدو غير بالقليل من القليل تقدرو تتوصلو للكتير ما تنساوش الى كنتوا اول مرة كتشوفوا الفيديو ديالي تابنوا معايا فلاشان وفعلوا الجرس باش تتوصلوا بجديد الفيديوهات ديالي يلا نبدو الفيديو بسم الله على بركة الله هنا البلاد عندي طلبية اللي فيها عشرين حباء ديال الملوي يعني ملوي ماشي كبير بزاف صغير متوسط هادي نحتاج يا كيلو ونص ديالتقيق كيلو ونص ديالتقيق اللي يكون نوعية جيدة دائما انا كنخدم بالنوعية اللي كتكون جيدة غالبا ما كانخدم بالتقيق ميمونة او لا امغاليتا اذا كان يهمكم الامر اخواتي ممكن ان انا نشارك معكم النوعية ديال الدقيق اللي كانت استعملها كاندير فيه رشة ديال الملح انا كانت استعمل في الملوي او المسمن غير الفارينة بوحدها ما كانديرش نهائيا في نوع او لك اللي كيدير السميد الرقيق او لا انا كاندير غير الفارينة بوحديتها او لدقيق الابيض كاندير فيه رشة ديال الملحة وكاندير واحد نص ساشي ديال الخميرة كيماوية غير نص فهد الكيميه هدي دارت نصه شي إلا درسو الدوبل ديال هد الكيميه هدي تقدروا تدي روسها شي كامل وكنجمع بالماء عادي ماشي بالضروري يكون المادة في أولا بارد أولا سواء في المشتاء أولا في الصيف كنجمع بالماء من روبيني وكنجمع به العجينة ديالي وشنو هي يعني العجينة ضروري مخصة تكون قاسحة تحولوا ما أمكن أنكم ترشوا الماشوية بشوية وانتوما كتجمعوا في العجينة ديالكم باش ما تزربوش في الماء وتجرى لكم العجينة في يدكم وما غاديش تساعدكم في الخدمة نهائيا كان بقى مستمر كيف ما شفتوا معايا كان نرشل ما شوية بشوية وكان بدأ ندلك في العجينة ديالي بالنسبة لهذا العجينة هدي أخواتي فما كتحتش نهائيا أنكم تدلكوها بزاف كتحولوا تدلكوها غير واحد شوية ومن بعد ملي كتشكلوها فذيك الساعة كتخليوها ترتاح شحل ما خليتوها ترتاحها لبنات شحل ما كتعطيكم نتيجة مزيانة ولو أنكم تديروها بالليل مثلا أنا ملي كتكون عندي واحد الكوموند اللي هي كبيرة كنخدم العجين بالليل كنعجنوه بالليل نعجن واحد الكوموندتي كبيرة ديال الدقيق مثلا كندير ثلاثة كيلو أو لا أربعة كيلو ديال الدقيق اخترها واحدة وكنشكلهم وكنديرهم في البلاتويات ونديرهم الزيت سولوفان وكنخليه حتى للصبح في الصبح في الصبح فاش كان نمود كان نبدأ غير نشكلوه أو لا نقرسوه وكان طيب كتجيني الخدمة الساهلة ما كان نرهقش راسي وكتكون عندي الخدمة متفرقة يعني ما كان الخدم تكون شي دقة واحدة هدي النصيحة اللي ممكن أني نعطيها لكم البنات اللي بغت تبدأ في هاد الخدمة هدي فتحاول أنها ما ترهقش راسها باش ما تعيش ما تعيش في الساعة وتكره الخدمة ديالها في الساعة هنا أخواتي اللي هيت معالها دراء وما قلت لكم شو بيلي كدلكوا العجينة واحد شوية حتى كتنجمع عليكم وكترطها بشوية يعني ما كتوقاشها كدك فيها دوك الحبيبات ديال الدقيق من بعد كانوا بدأ نشكلها كنديرها كواحد لنقرصها على هاد الشكل هادا تقريبا تقريبا العجينة كتكون فيها 100 قرام يعني بالضبط 100 قرام 95 قرام هكذا ما تفوتوش 100 قرام لأن يلفتو 100 قرام ما غايكونش عندكم الربح في هاد الملوي هادا ضروري ما تديرو فيها 100 قرام بالنسبة للأخوات اللي بغوا يشدو العبار نيشان او للميزان نيشان يستعملو الميزان لكن انا دبا ولفت هاد الخدمة هادي فما بقيتش محتاجة نهائي الميزان كان يستعمل غير ليد ديالي كيف ما كيقولو عيني هي ميزاني كان بدا نشكل بها الطريقة هادي وما نديروش نهائيا زيت في اليد ديالنا باش ما تعتناش باش ما تتبقناش للعجينة لداخل الى درنا زيت فبحلا كتتعزل العجينة على على أختها لهذا كان نفرقو غير بيد دينا عادي ما كان من يعني ما نحتاجوش نهائيا الزيت ولكن فاش كان ديرو يعني البلاتو او لا مثلا انا هنا درت غير في القصعة اللي عجنت فيها ضروري ما كان ديرو الزيت باش ما كيتلسقو ناش دوك الحبات يعني كان ديرو الزيت غير في اللقينة اللي غاد ينحطو فيه دوك القريصات ديالنا اما اليد ديالنا فما نديروش فيها نهائيا الزيت الى كانت كتلسقنا شوية العجينة كان ديرو واحد شوية ديال دقيق في يدنا وكنشكلو بيها العجينة ديالنا كيف ماشتو معايا العجينة درتها غريصات ولكن درتهم بشكل اللي هو طويل ما خليتهم شاكدك مدورين بحل شكل ديال اللي مسمن كان ديروهم بهاد الشكل هادا كيف ماشتو معايا كيجو بحل شكل اوفال كيجو شوية طوال كان غلف هادا العجين ديالي كامل بالزيت يعني اللبسو كامل بالزيت زيت العادية زيت نباتية من بعد كان غلف القصعة ديالي بسلوفا وكان خلي العجينة ديالي حتى ترتاح مزيان كان خلي العجينة ديالي وكان مشي نقضي شغولي او كيف مسبق لي وقيت لكم كان عجينها بالليل وكان صاوبها في الصبح هنا لبنات واحد الكريمة اللي غان شاركها معاكم ممكن انني نقول عليها انها كريمة اللي خاصة بيا اللي كان خدم بيها لمسمن والملوي اللي كان اخد في هادا كيمية ديال العشرين اللي مسمنها كانحتاج هادا كيمية ديال المسمناه كانحتاج فيها ميا وخمسة وعشرين جرام ديالي000 مارغارين انا كان ستعمل باتي سور وكان زيد كان دوبو بها حتى كدرجع على هنا تشكلادة وكان ضف عليها كاس ديال العنبا او لكاس واربع ديال الزيت النباتية و نحتاج فيها 1 خميرة كيماوية من 8 جرام و نحتاج السميد بالنسبة للسميد نحتاج تقريبا كس دي العنبة دي السميد كيف مشو معايا الطريقة نزيد الزيت على الزبدة اللي دوبتها و نضيف عليها السميدة السميدة نضيف شوية بشوية حتى تحصل على واحد الكريمة اللي كتكون خفيفة ما كتكونش يعني قاسحة بزاف من بعد كنضيف ديك الخميرة الكيماوية اللي دكورتها معاكم كيف مشو معايا بها الطريقة هادي بواحد المعلقة اولا بواحد الفوي كيف مشو معايا يعني طريقة اللي هي ساهلة و كتعطينا واحد الكريمة اللي هي كتعطي واحد واحد لها شاشة المسمن و كيجي مورق و كيجي شيج و في نفس الوقت ما كتاخدناش يعني كمية كبيرة ديال السميد و ديال الزيت اولا هنا البنات من بعد ما خليت العجينة ديالي احتار تحت مزيان تقريبا انا هنا خليتها واحد ثلاثة ديال السويع عجنتها في الصباح و بديت نشكلها مع ذيك الزوج ولا ثلاثة ديال عشية كنبدأ نورق اولا كنبدأ نرقق هاد العجينة ديالي على البوتاجي يعني انا كنستعمل غير البوتاجي ممكن انكم تستعملوا الطبلة كتكون احسن باش ما تتعيا وش قدروا تخدمون توما قالسين هنا كندير واحد شوية ديال الزيت كندهن به المكان ديال العمل اللي كنخدم فيه من بعد كنبدأ نرقق في العجينة ديالي ولكن نرقوها على الشكل اللي كيكون طويل ما كنرقوها ش مدورة بحل بحل غنديرو المسمن و لكن كنديروها طويلة كيف مشتوا معي يعني الشكل ديالها رابين كيفاش كنرققها كنديرها على الطول يعني بحل كنت تحصل لها واحد المستطيل من بعد كنبدأ ندهن او كنبدأ نرشب هاديك الكريمة اللي كنديرتها و كندهن ديال الوسط ديال العجينة اي كندير واحد دهنة اللي خفيفة ما نكتروش بزاف للي دم باش ما تجيش يعني ما يجيش للمسمن ديالنا ميت دم بزاف او للملوي ديالنا يجي ميت دم بزاف بعد كنبقى نطويها بحل طريقة ديال اللي مسمن يعني كنطويها على زوج كيف ماشو معايا طريقة راها باينة كنطويها على زوج بهكد كو هي طويلة كنطويها على زوج بعد كنندهن الوسط ديال هاد المستطيل اللي درتو وكنبدأ نشكلها بهاد الطريقة هادي كنبدأ ننلوي وفنفس الوقت انا كنجبد كنجبد كنلوي ولكن كنلوي وبحت طريقة اللي كتكون مرخوفة يعني فاش كنكونون نلوي وكنرخي ويدنا ما كنزيروش ديال الليوية ديالنا باش ما يجيش للملوي لداخل معجن او لمدقص كنعطولو شوية ديال الفارغ باش يجينا مورق وكيلقى البلاسافش غد نورقو في المرحلة الاخيرة كيلقى البلاسافش يتورق غدي نعود معاكم واحد اخرى لبنات كيف ما كتشوفوا معايا يعني من اللي كان بقى نرقق العجينة ديالي دائما كان حاول انني نعطيلها الطول ما نعطيهاش للعرض وكنحاول انني نعطيها الشكل ديال المستطيل كيف ما كتشوفوا معايا العجينة كتكون يعني كتتمشى معاكم كيف ما بغيتو ما تديوش على هدوك تقيباتها بعض المرات راملي كنكون مزروبة ضروري ما كتقطع عليكم العجينة والكرا ما شي مشكل من بعد فاش غادي تطوى ما غا تبان حتى شي حاجة هنا غير انتو معطوها شوية ديالخاطر انا عارف ركو عارفي يعني الزربة والخدمة وتبعيك شحل من حاجة ها ضروري ما كيكونوا شي اخطاء اللي هما يعني بسيطة وفي الاخير كل شي كيتغطى كيف ماشتو معايا كان بدا هكذا نورقها او لا نرققها على الطول ومن بعد كان اخد شوية من الكريمة اللي صاوبتها معاكم وكان بدأ ندهن بيها ذاك الوسط ديال الملوي ديالي هنا كيف مرشو معايا اللي بنات كيكون هاد الملوي هادا اقتصادي يعني ما كياخد لكمش بزاف ديال السميد و بزاف ديال الزيت كاس ديال السميدة و كاس ديال الزيت و 125 جرام ديال الزبدة تقدريت حدري بيها 20 ملوية سافي كان زيد من بعد ممكن طويه كان زيد من ادهن شوية بدك هادا الكريمة ومن بعد كان بدين نلويه و في نفس الوقت كان جبد وكيف موقعت لكم ما كتلويه وش يعني اللي لي مكنتكونش مدحسه اه كتعتاولها شوية ديال يعني كتخليوها شوية اه مفوجه سافي ومن بعد كان جمحها وكان جمعلها القناة ديالها وكان بقى مستمرة بنفس طريقة حتى نكمل الكمية نكمل الكمية الكمية الملوية نبدأ بالولا تكون صافة ارتاح لا نجعلها في المرحلة الثانية يزيد يرتاح واحد شوية لكن اذا خدمت واحد الكمية كبيرة لا يجب ان تكملوا هذا العدد الحبات تجدوا الولاء يرتاحوا ومنتم تطيبوا والاخرين يزيدوا يرتاحوا نجعل الملوية يرتاح كما قلت لكم بديت بالولا نبسطها ثم ندهن المقلة يتحمى المقلة اللي كانت استعملها دائما في الملوي وفي الحرشة ندهنها بواحد شوية الزيت غير شوية ماشي بالزفحة المقلة سخونة حتى ندهنها بواحد شوية الزيت الزيت ثم ندهن المقلة بالزيت كان بدا نطيب الملوي غير في ذلك الزبدة والزيت اللي دهنتوا به ما كان زيتش نهائيا ندهن بالزيت غير يحتاجت شوية وصافي غتشوفوا معايا ندارة واحد طب يصل فيه غير واحد زوج معلق او ثلاثة دل معلق ديال الزيت واحد البانسو يعني في حالة الى حتاجت شوية ديال الزيت عد كان استعن بالزيت اما من الاحسن انكم طيبوهم غير في ذلك الزبدة والزيت اللي دهنتوا به في الاول اللي يجعل شي باركة هنا الاخوات بالنسبة للنار كانت تكون عندي متوسطة ما كان خليوهاش ناقصة بزاف وما كان جيدولاش ضروري ما كان خليولها غير شوية متوسطة وكان بدوهم طيبو في الملوي ديالنا وحنا كان حركوه وكان انا هنا يا البنات كان دير غير نصطيبة يعني ما كان خليش يتحمر بزاف بزاف لان ما زال غيمشي عند السيدة وما زال غترجع هي غتتسخنه ولا زاد تسخنته عودة مرة اخرى ولا كان عندي انا يا طايب بزاف اولا محمر بزاف فغادي يقدري تحرق لها او لا يقدري يجيها يابس ولا تقرقش لها شوية ما يعني كيف ماشو معي يعني كان بقام استمر بها الطريقة عندي هنا يا في القصعاء اولا في القصرية كان نزيد نرقق هذوك للمليويات ديالي وفي نفس الوقت كان طيب يعني كتكون طريقة اللي هي سهلة وكتكملو في وقت اللي هو واجيز وكيف ماشو معي يعني خدمة اللي ما فيهاش بزاف ديال تمارة وما فيهاش بزاف ديال شقة اه تقدرو يعني اي واحدة تقدر تخدم هاد تشد هاد لي كوموند هادو وتتوفق فيهم ان شاء الله بإذن الله وأكيد هالأغلبية ديال المغربيات كلهم كيعرفوا المسمين وكيعرفوا الملوي علش الله ما تستفدوش تنتوما بهاد هاد الموهبة او لهاد الخبرة اللي اعطاها لكم الله في هاد المجال هادا وتتنفعوا بهانتوما ويتنفعوا معاكم احتى الناس خرين هاد البنات كيف ماشتوا معي يملي كان كون كان طيب وضروري ما كان مقاوا نحركون نقلبوه مننا ومنا باش ميجيناش محمر غير من واحد جيه كيتحمر من قاعد الجناب سافيه كان مقا مستمره بنفس طريقة حتى كنكمل قاعد الكمية اللي عندي وغنتلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الملوي ديالي خليكم معايا هادا هو البنات الشكل النهائي ديال الملوي ديالي كيف ما تشوفوا كيجي الى هاد الشكل هادا كيجي اكثر من رائع وطريقة اللي شاركتها معاكم طريقة اللي هي سهلة وناجحة ومضمونة مئة في المئة ممكن انكم تعتمدوها البنات يعني في الخدمات ديالكم او في المنازل ديالكم فايا كتجي زوينة بزاف وعملي يعني كتقدرية تخدمي احد الكونتيتك كبيرة في واحد الوقت اللي هو واجيز غتشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيجي ملدخل كيجي مورق وكيجي شيش بزاف هنتوما البنات شوفوا معايا كيفاش كيجي ملدخل كيجي رائع لبنات تقوني الى جربتوا هاد طريقة هادي اكيد غاديتنال اعجاب ديالكم وغا تقولي بتعتمدوا هاد طريقة هادي ان شاء الله في الملوي ديالكم نتمنى ان الفيديو انا الاعجاب ديالكم وبالنسبة اخواتي للتعمل باش كنخرج هاد الملوي هدا فانا كنخرجوه بثلاثة درهم الحبه بحكم انه كنخدموه بواحد الفارينة اللي هي نوعية جاي اذا كنت تكون طالعة شوية في التعمل وكيف ما شوفوا عنيرا فيه شوية ديال الخدمة الانسان ضروري ما يتخلص على هذا التعب دياله وهدا هو التعمل اللي كان خدمو به نخليكم دابا وما تنسونيش بلايك ديالكم وما تنسونيش بلايك ديالكم وما تنسونيش بلاي بالبارتاج باش هكدا تعم الفائدة في امان الله وحفظه الى فيديو الجاي ان شاء الله الى اللقاء